أهلا بكم أعلنت وكالة الطاقة الزرية الإيرانية وقوع حادث في قسم شبكة توزيع الكهرباء في منشأة تخصيب اليورانيوم بمفاعل نطنز وقالت الوكالة أن الحادثة لم تؤدي إلى تلوث نووي ولم ينجم عنها أي إصابات بشرية حتى اللحظة مضيفة أن تحقيقات جارية لمعرفة الأسباب المؤدية للحادث في حين تحدثت تقارير إسرائيلية بأن هجوما إلكترونيا أدى إلى خلال في منشأة نطنز النووية من جهته قال رئيس منظمة الطاقة الزرية الإيرانية علي أكبر صالحي قال أن حديثة منشأة نطنز تمت بفعل فاعل وأن بلاده بدأت بالتعامل معها على أنه إرهاب نووي مضيفا أن بلاده ستعمل بجدية على تطوير صناعتها النووية وستحتفظ بحقها في الرد على منفذي الهجوم والجهات التي تقف ورعهم مفاعل نطنز هو مفاعل تخصيب اليورانيوم ساحة 100 ألف كيلومتر مربع يقع في محافظة أسفهان الإيرانية أنشئ تحت الأرض بثمانية أمتار ومحمي بجدار سمكه متران ونصف يحميه جدار آخر خرساني في 2004 دعما صقفه بالإسمنت المسلح وتغطى بـ 22 مترا من الأرض المركز خاضع لرقابة مفاتيشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فبراير 2003 قالت الوكالة الدولية أن 160 جهاز طرد مركزي اكتملت أن ألفا قيد التنفيذ في الموقع هناك الآن حوالي 7 ألف جهاز طرد مركزي في نطنز منها 500 تنتج اليورانيوم منخفض التخصيب وبمجاب اتفاق الحماية الإيراني سنة 1947 فإن إيران غير ملزمة بالإبلاغ عن وجود الموقع إذا كان قيد التنفيذ الحوادث داخل المنشآت النووية الإيرانية بدأت منذ أكثر من عقد وتراوحت بين هجمات تجسس ومحاولات تفجير وقطع الكهرباء عنها بحسب ما تشير التقارير الرسمية والإعلامية فيما يلي أبرز المحطة في السادس والعشرين من سبتمبر 2010 أعلن مسؤول إيراني رفيع المستوى عن إصابة بعض أجهزة الكمبيوتر الشخصية في مفاعل بوشهر النووي بفيروس ليتكشف بعدها بسنوات عن تعرض المنشأ لنشاط تجسسي عبر زرع الولايات المتحدة فيروس من نوع ستاكس نت كما أفدت تقارير غربية وبعد أكثر من عام تحدثت تقارير إعلامية عن انفجار غامض وقع في الجزء المخصص لتخزين المواد الخام في منشأة أصفهان النووية رغم نفي طهران هذا الحادث في السابع عشر من أغسطس 2012 كشفت طهران عن تفجيرين استهدفاء خطي الكهرباء الذين يغذيان محطتي فورد نووية تحت الأرض ومنشأت نطانز نووية من دون تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم في الرابع والعشرين من أغسطس 2014 أكد الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة تجسس من دون طيار إسرائيلية فوق منشأة نطانز نووية بعد اعتراضها وإصابتها بصاروخ وفي الثاني من يوليو 2020 تعرض موقع نطانز نووي إلى تفجير ما أدى إلى اندلاع حريق وبعض الأضرار فيه لتعين مجموعة تطلق على نفسها نمور الوطن مسؤوليتها عن الهجوم في الحادي عشر من أبريل 2021 عادت وتعرضت المنشأة نفسها لهجوم من خلال تعطيل شبكة توزيع الكهرباء في مجمع أحمد روشن لتخصيب اليورانيوم من دون وقع إصابات بشرية أو تلوث إشعاعي